اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان انتهت مباراة الهلال السوداني وسان داونز بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف في اومدرمان طاهر الطاهر يضيع ضربة جزاء في الدقيقة التسعون يهدرها بشكل غريب ويتقالك حارس سان داونز ليتصدى لهدف كان من الممكن ان يضمن تأهل الهلال في دور الستاشر طبعا يعني فرصة عمر النادي الاهل المصري نادي الاهل اللي هيلاعب الهلال السوداني في استاد القاهرة طبعا سان داونز لعب بمنتهى الشرف ما فوتش الماتش كان هو المتقدم بهدف مقابل لا شيء بس الفرصة جات للهلال اللي كان يقدر يتعادل لولا طاهر الطاهر ضيع امال الهلاليين بصراحة الفوز عن نادي الاهل في القاهرة صعب جدا فرصة عمرك يا اهلي انك تفوز وتسعد الدور القادم هارد لك للهلال السوداني والف مبروك يا اهلي الصعود شكرا لكل لاعبين نادي الهلال السوداني شكرا لحسن تعاونكم معنا الفوز للاهل في استاد القاهرة بالخماسية باذن الله حفلة احتفال في القاهرة فوز اسطوري عليكم في القاهرة باذن الله